لاني بقى في اهم لقطة في المباراة واللي الكل بيتكلم عنها وهي في الحقيقة لقطة ترند بكل المقاييس وهي فيما يتعلق بي مش عايز اقول مشادة على قد ما هي توجيهات من احد نجوم الفريق عمر السلية واحد القائدين الفرقة داخل المعب هو عمر السلية لمحمد شريف واللقطة يمكن الناس اتكلمت عنها كتير وكانت ظهرة جدا في المباراة وعجبني جدا في عمر دي بقى اللقطة اللي انا عايز اعلى عليها بس عجبني جدا في عمر غيرته على الفرقة عمر السلية وانه هو بيوجه اللاعبين وبشكل قوي جدا وده بيوسعات يا جماعة حاجة مطلوبة لكن اللقطة دي بقى الاهم بالنسبة لي شوف كهربا ودوره تحس انه هو كابتن النادي الاهلي كهربا بقى له ايه ما كملش في شهر يناير بقى له سنة في النادي الاهلي اه ابن من ابناء النادي الاهلي وكل حاجة لكن شوف الحس بتاعه ودوره مع الفرقة حتى لو انا مش كابتن فريق النادي الاهلي لكن عندي ادوار اخرى بقوم بيها لما جاب السلية الهدف فهو كهربا راح قايم لمحمد شريف خده ودعه الخط زي ما حضرتكم شايفين كده عشان السلية يجي احي محمد شريف عشان الامور تبقى انتهت تماما واصلا ما كانش فيه حاجة هي موضوع عبارة عن توجهات ممكن تكون بشكل قوي من عمر السلية لمحمد شريف محمد شريف خامة جيدة جدا ولاعب مميز جدا وفي الحقيقة حسنا بخطورة واض من خلاله في خط الهجوم بما انه كان مهاجم الفريق في ماتش امبارة فدي من اهم اللقطات ولقطة ببعين لك قد ايه الروح اللي موجودة ما بين اللاعبين في النادي الاهلي وده اللي مطلوب خلال المرحلة اللي جاية وانا حربط بقى اللقطة دي مع حضرتكم بلقطة تانية لأول مرة حتشوفوها من خلال برنامج التريند وهي لقطة خاصة جدا في حلقتنا النهاردة ولقطة خاصة جدا للتريند